محطة تهدارت تأتي عملية إعادة تشغيل محطة توليد التاقدات الدورة المركبة هنا في تهدارت عقب إعلان المغرب أن إمداد هذه المحطة بالغاز الطبيعي سيتم بواسطة خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي عبر ربط الغاز بين المغرب وإسبانيا والذي يعمل في وضع التدفق العكسي وستضمن محطة تهدارت إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسهل في السوق الدولية وباستخدام البنية التحتية للغاز للمشاغلين الإسبان وخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي شكرا للمشاهدة